أنها مهمة جداً عشان كده أنا قاعد أأكدها هي القاعدة قاعدة تسعين تسعة واحد في أحد يذكرها؟ طبعاً طبعاً طلعت في الشاشة خلاص معدك الآن ترفونها لكن أنا بطبقها على الواقع نحن كنا نقول أنه في الواقع الرقمي صناع المحتوى اللي مثلكم في الواقع الرقمي نحن أسقطنا هذه القاعدة على برامج الواقع تسعين بالمئة من المتسابقين طبعاً نتكلم أنا على استقراء في البرامج السابقة تسعين بالمئة منهم هم أناس يتابع من بعد يشاهد ما يعلق ما ينتقد في التسعة بالمئة الآخرين هم أناس ممكن يشارك إذا قالوا له والله ترى فيه بنسوي مشهد بنسوي إسقاطة بنسوي شيء فلاني ممكن يشارك وممكن يبدي رأي وممكن ينتقد الصنف الثالث اللي هو للأسف هم الأقل هم واحد بالمئة اللي ما ينتظر يقولوا له والله ترى فيها إسقاطة ولا في مبادرة لا هو اللي يبادر هو اللي يخطط هو اللي يبتكر هو اللي ينفذ هنا بس في كلام هذا يمكن قلناه سابقاً بس في تكة كذا بسيطة تعتبر إضافة هل معقول أن كل الموجودين بيكونون من واحد بالمئة؟ طيب هل هذا مطلوب؟ لا أعيد السؤال السؤال يقول أنه الآن عرفنا التسعين والتسعة والواحد واش مميزاتهم واش السمات اللي تغلب عليهم؟ ونسقطها على برنامج الواقع نقول هل المطلوب من الجميع المتسابقين أنهم يكونون من الواحد بالمئة اللي يخططون ويبتكرون وينفذون؟ طيب عشان ناخذ كذا ناخذ آراءكم بشكل كذا مرتب اللي يقول نعم مطلوب من الجميع أن يكونون من رقم واحد الناس اللي يفكرون ويبتكرون ويخططون يرفع إيده طيب أبا جيك اللي يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة طيب سعود أبا اسمع إجابة سعود ثم باخذ التصويت الثاني وثم باخذكي خالد اللي تقول أنت بين البين صح؟ طيب ها يا مرحب يا هلا والله مرحب ثاني شيء أنا دائما أشوف الشخص اللي حاب يبرز نفسه بالمكان أو مثلا توضح شخصيته لازم هو يبتكر لازم هو يخطط لازم هو ينفذ ويبادر حلو هذه الأربعة أما إذا كنت حاب تكون أداة في المكان فعليك بالتسع بالمية طيب يشاركون وعلقون وينتقدون طيب هذا رئيس سعود وهو يمثل الكفة اللي تقول نعم لابد أن نكون جميعا من رقم واحد بالمية طيب اللي يقول لا مهب لازم نكون كلنا من الواحد والمئة جميع المتسابقين أقصد حتى اللي النايمين في الإيسار مه لازم نكون من المجموعة هذه يرفع عيده ها واحد واحد ثلاثة أي يجيك ثلاثة طيب بسمع منك عبدالله ليش أنه كلنا بنخطط وكل واحد يروح يبادر أيوه من اللي بيشاركه الثاني من اللي؟ من بيشاركه اهه إذا أخذ بيسوي مبادرة وأنا بيسوي مبادرة كلنا بيسوي مبادرة نفس اليوم من بيحضر مبادراتنا فهمت؟ فلازم يعني بعضنا وبعضنا لا وبعضنا بعدين وبعضنا لا فهمت؟ طيب طيب أعتقد في ناس ما صوتوا لا نعم ولا لا ما أدري وش الإجابة اللي عندهم طب بسمع من خالد خالد يعني يمثل جزء من اللي وبيجيك يا معاذ شوف طال عمرك أنا يومني أقول لك معه ومعه لا هو حلو أنك أنت تبادر وأنك تقدم بس الأفضل والشي المناسب أنك تاخذ آراء اللي معاك يمكن يكون عنده هو راي ما كان عندك حلو ولا استوعبت للراية عندما كنت في شيء يمكن يكون خطأ فلا تحاول دائما أنك تفكر وتخطط وتنفذ ومعك مجموعة أطرح الرأي عليهم وشوف الرأي الأفضل يعني أنت إضافة الخالد تقول لازم يتشارك لو كنت من رقم واحد لازم تتشارك مع اللي حولك هو جميل أنك أنت تسوي مبادرة وأنك تخطط وأنك تنفذ هو جميل لك بس الأفضل أنك تستشير اللي عندك على شان يعديك الملام طيب ممتاز طيب الجواب هو لا نعم ولا لا أه في شيء أمعد فضل أياك الله يا هلا ومثلا يا هلا يا هلا مرحبا أنا بالنسبة لي أشوف القاعدة دي أن الشخص يأخذ القاعدة دي ككل ما في نسبة معين التسعين أو التسعة والواحد لا يأخذ الواحد ويأخذ التسعة ويأخذ التسعين على كل مكان يعني يسعى له وفي شيء يقدر يستفيد منه من هذه القاعدة حلو يعني وقت الابتكار ابتكار ووقت المتابعة إذا في مشهد أو في المبادر يتابع ووقت المشاركة يشارك يكون فعال فيه كل ممتاز إذا أنت تؤيد الفكرة اللي أنا أقول نعم ولا وكل إجاباتكم صحيحة لو التقت مع بعض تسمح لي خالد بس أكمل الفكرة نعم نقول لا بد أن فعلا تكون مبادر تكون في لحظة من لحظات مخطط ومبتكر ما تكون دائما تتلقى وقل نعم لا أنك لازم فعلا في لحظة من اللحظات ما تكون أنت المهاجم أنت تكون صانع لألعاب أنت تكون المدافع أنت اللي فعلا ممكن أنك تطرح فكرة لزملائك ترى ما تنفذها أنت ترى يا جماعة هذا هدي نبوي ترى هذه الجزئية أنك أنت ليس بالضرورة من يجيب فكرة هو ينفذها ارجعوا واسألوا المشايخ اللي جونكم وطلبة العلم عن حديث كيف فرض الأذان كيف عرف نصيغة الأذان الحالية يعني باختصار رأى رؤي أحد الصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أني رأيت في المنام كذا وكذا 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 الرسول وش قال له ما قال أروح أذن يا فرن قال أخبر بها بلال فإنه أندى منك صوتا ترى مثل الشاعر الآن اللي يكتب قصيدة هو تعب عليها لكن في النهاية هو قدرته في أنه كتب القصيدة لكن ما عند القدرة في أنه يؤديها في أنه يلحنها فكما يقال عطل خبز خبازة فأنت لابد يكون في وعي عندنا في هذا الشيء ترى معنى لما كل رقم واحد ترى جانب مثالي الواقع اللي بيصير إن كلنا في جرسة واحدة ابن سولف وهذا يرد على فلان وهذا يتناقش أي يعني شوف يقولك اختلاط صوات وكلكم مش سمع في مكان واحد لا هنا في لحظة أنا بسمع بسمع الفيصل وفي لحظة أنا بقترح على خلف وفي لحظة من اللحظات أنا بدعم عبد الله في مشهد معين بهذا الشكل بالمرور على كافة الأرقام وفي القاعدة هذه تدعى النجاحكم الشاشة ما تبغى شخص واحد الشاشة تكلم على الشاشة لا تريد شخص واحد هي مثل الرسمة الجميلة ترى هي مكونة من عدة ألوان في ألوان طاغية صحيح لكن لما تكون بلون واحد سير قاتمة مهما كان اللون هذا لون جميل يكون أجمل إذا كان فيه مجموعة ألوان طيب نبقى نروح الشريحة اللي بعدها الله عافيكم تخيلوا معي تخيلوا معي بعد الفقرة هذه دخل عليكم للتسام الجعوني قال يا قوم